السلام عليكم ويهتم بيكم في قناة فتح اي حسن كل اخبار نادي الزمارك كوية كل حاجة بتحصل جوة نادي الزمارك عندنا اخبار كثيرة واخبار مهمة عن نادي الزمارك ومنتخب مصر بس لو انت لسه قد الوقت ما اشتركتش في القناة انزل حالا اشترك في القناة وعمل لايك للفيديو. بعدها مبارات منتخب مصر امبارع كانت مباراة قوية ما بين منتخب مصر والسنغال والحمد لله اللي قدرنا نفوس فيها بنسيجة واحد زفر على منتخب السنغال في الاراضي المصرية ويعني كده حضرنا او كان فيه امور اكتر من سبعين الف مشجع من المنتخب المصري ويعني صراحة انا كنت متفهل من المباراة كنت اتوقع ان المنتخب كان يكتب اتنين او تلاتة على اردنا خاصة المباراة دي كانت على اردنا واني انا شايف ان المباراة القادمة تكون امام السنغال برضو يوم التلاتة القادمة الساعة سبع مباراة تكون قوية برضو ما بين فريقين علشان نفسه من ريسعد الى كأس العالم وطبعا نحب مبارك لكل المنتخبات العربية اللي خلاص صعدت الى كأس العالم وخاصة المنتخب السعودية يعني ان شاء الله منتخب مصر برضو يصعد الى كأس العالم بعد فوزه ان شاء الله على منتخب سنغال في مباراة القياب ان شاء الله نقدر تفوز في المباراة بعد ما كان الجمهور كده بيطالب مباراة بزيزو زيزو والاسف كيروش مكانش نزله في المباراة انا صراحة كنت شايف ان طبعا تزيزو معا كيروش في المباراة او لكن زيزو كان نزل في المباراة كان ها يكون ها يغير مصار المباراة تماما ولكن للاسف زيزو ما نزلش المباراة تعالوا بنتقل الى اخبار نادي الزمال كل بخصوص طارق حمد زي ما انتعارفين ان كان فيه كلام في الفترة في قادة ان نادي العربي القطري بعد عرض لطارق حمد وان ده كلام خلط تماما وان ده كلام مزيف تماما ولكن الكلام الصح والكلام الحقيقي ان وقيل طارق حمد هو اللي بعت عرض الى نادي او هو اللي عرض اللعب على نادي العربي القطري وان نادي العربي القطري رفض اللعب ليه بقى رفضوا اللعب اولا كان النادي رفض اللعب بسبب كبر سنه يعني اللعب على خلاص ده غفل حاجة وتلاتين سنة فالنادي رفضوا بسبب كبر سنه ولكن هو اللعب كبير طارق حمد ولعب كويس جدا ولكن الوكيل طارق حمد هو اللي وداف ده هي وكيل طارق حمد هو اللي عرض اللعب على النادي مش النادي ولا بعت العرض للعب طالب انتقل الخبر التلبة معنا واللي بخصوص يوسف اوباما ويفريرا حتى الان يعني يعني شايف ان يصف اوباما يقدر يستفيد من ان كنيةو خاصة ان اللعب يقدر يلعب في اكتر من مركز مركز خط الوسط ومركز الرأس الحربة المركز اللي احد مركز الرأس الحربة فافريرا داخل داخل دماغه قوي فكرة ان يوسف اوباما يستكمل مساولته مع نادي زمالكن هو مرحلش عن نادي زمالكن هو شايف ان يوسف اوباما يحتاجه فيل مبراط القادمة ومبراط الدورة ومبراط الكاس والكلام ده يحتاج فيها يوسف اوباما بشكل كبير جدا. فهو بيطالب بعدم الرحيل يوسف اوباما عن نادي زمالك او عدم اه احتراف يوسف اوباما وانه يرحل عن نادي زمالك وانه هو متمسك بالسمرار يوسف اوباما مع نادي زمالك. تعال انت اكل الخبر التالي امام معنا واللي بخصوص تجديد اشرة فرقة. حتى الان فكرة تجديد اشرة فرقة متوقفة على فريرا. يعني برضو ادارة نادي زمالك سابت فكرة التجديدات دي خاصة تجديد اشرة فرقة على فريرة. يعني على حسب شايف ان اللعب هافيد نادي الزمالك. هيبقى ماجلس ادارة نادي الزمالك بالتجديد لاشرة فرقة. افترضنا اللاعب مش داخل دماغ فريرة او مش داخل اهتمامات فريرة. فاللاعب مش هتجدد له وانه هيرحل عن نادي الزمالك في الموسم القادم. خاصة ان النادي في الفترة حالية بيعمل كده زي تصويات للفريق. سايب اي لاعب يعني مستهم زبزب مع نادي الزمالك يسيبه لفريرا هو اللي يقرر يجدد لنادي الزمالك ولا لا برضو الصفقات كل الصفقات دي برضو متعلقة بفريرا يعني امير مرتدى منصور هو اللي بيشوف الصفقات هو اللي بيداهر في ملف الصفقات هو اللي معاه قايمة بكل الصفقات اللي نادي الزمالك عايزها او اللي نادي الزمالك محتاجها واللي بعرضه على فريرا بعرض بيعرف فيديوهات وسديهات على فريرا لكل اللعب امير مرتدى منصور شافوا. ويبقى برضو القرار الاول والاخير برضو هو القرار في فكرة تجديد لللاعبين وبرضو هو القرار الاول والاخير في فكرة الصفقات. هو امير مرتضى مصور بس مجرد انه بيشتوف صفقات بيتفرج على صفقات بيعرضه على هو اللي بيوافق او بيرفض لان سنتعرفين واخد منصب كبير جدا في كرة القدم او في مركز كرة القدم داخل نادي الزمالك وان مسلمه يعني كل المهمة في كرة القدم داخل نادي الزمالك كده نبقى وصلنا راية اخبرنا ان شاء الله نشوف منتخب مصر يقدر فوز على منتخب السنغال في مباراة القادمة في السنغال ان شاء الله رغم هيكون فيه ضغط جماهير كبير جدا من جانب منتخب السنغال ولكن ان شاء الله الفريق يقدر يتغلب وان احنا هنقدر نعرز هدف او هدفين في مرمى السنغال لان زي ما انتو عارفين الهدف اتنين هناك على ارضهم وبرضو الهدف ليهم بهدف واحد على ارضهم برضو يعني هما لو جاب الهدف اللي هجبوه هتحسب بهدف واحد والهدف اللي منتخب مصر هجيبه هتحسب بهدفين وكده نبقى وصلنا راية اخبارنا لو انت رسل راية دلوقتي ما اشتركتش في قناة انزعنا اشترك في القناة ويعمل لك الفيديو ان شاء الله نشوفكو في الفيديو الجاي عن اخبار سيدة خص السنة دي الزمالك شكرا اشتركوا في القناة